موضوع حلقة النهاردة بيطلب مني بشكل يومي وأكاد أجزة من في الدقيقة اللي أنا بسجل لكم فيها دلوقتي أكيد في حد بيفكر أنه يطلب مني موضوع حلقة النهاردة في حلقة من الحلقات أو حتى على الخاص هكلمكم النهاردة عن أحد أفضل وأسهل مواقع الربح من الانترنت والعمل على الانترنت في مجال معين المجال ده أنتو بتحبوه وأنا شرحته كتير في القناة وطبقت عليه كتير جدا جدا وفي تقنيين بيعملوا مئات الدولارات شهريا من على المجال ده باستخدام الموقع ده أنا أيوة شرحت الموقع ده قبل كده ولكن التحديث الجديد غير كل حاجة فعلشان كده انتو بتطلبوا إزاي نسجل بالتحديث الجديد أنا توهتكم ومعليش طولت عليكم في المقدمة هكلمكم النهاردة عن التسجيل الجديد والقبول الفوري في موقع من أفضل المواقع المختصة بالربح من الأفليات والرفرال اللي هي الإحادة هكلمكم النهاردة عن التحديث الجديد لموقع ايمباكت إزاي تسجل فيه وإزاي تتقبل فيه وشوية نصائح هتساعدك تتقبل في العروض اللي موجودة جوه الموقع نفسه وكمان هقول لك ليه انت مش بتتقبل في الموقع نفسه قبل ما تتقبل في العروض كل ده هتشوفه في موضوع حلقة النهاردة اتمنى من كل قلبي قبل ما ندخل على المحتوى نفسه وشرح عملي تدعمني باللايك والشار واهم حاجة بقى انك تسيب لي رأيك في الكومنتات اكتب اي حاجة مش طالب منك تكتب حاجة معينة لو ما عندكش حاجة في دماغك سيب لي نقطة في الكومنتات ده بس بيدعمني وبيدعم الفيديو انه يوصل لعدد كبير واتمنى من كل قلبي اللي لسه مشتركش يشترك وفاعل زر الجرس لان تقريبا ستين في المية الى خمسة وسبعين في المية من اللي بيشوفه المحتوى مش مشتركين في القناة ونبدأ على بركة الله يلا بينا سمحوني لو صوتي متغير دور بردي جديد شوية ولسه ما فكيتش منه والمهم يعني هنسخل على طول على المحتوى العملي اتكلمت تقريبا من يوم 16 جوان ده اللي هو معرفش شهر كام صراحة 2021 يعني تقريبا من سنة وشوية اكتر من سنة وشهر او سنة وشهرين تمام تتكلمت عن التسجيل في موقع مالذي الحمد لله انه فتح يعني ابواب ريز اللي الكتير من التقانيين اللي موجودين في القناة التسجيل القديم في شكل القديم مختلف كليا عن التسجيل الجديد اللي موجود في شكل الجديد ولكن المضمون واحد يعني اللي فاهم الكل خانة بتتكلم عليه هيبقى عارف يسجل في الشكل الجديد واللي للأسف بيحفظ الخانة دي بتتكتب كده في الشكل كده فلو حصل التحديث مش هيعرف يغير فانا عايزك تفهم كل خانة بتتكلم عن ايه عشان تعرف لو في تحديس بعد كده تسجل في الموقع باريحية تامة خلاص هسيب لك لينك الحلقة موجود في وصف الفيديو هسيب لك لينك المقالة موجود في وصف الفيديو وهسيب لك لينك اه قيمة تشغيل اسمها الربح من الرفرال شارح فيها الموقع ده ومواقع تانية وعروض موجودة جوه الموقع نفسه خلاص تعالى ابن ببدأ كده مسا واريك الاسبات ده حسابنا عملته تقريبا يوم طمانتاشر طمانتاشر اكتوبر النهاردة سبعة وعشرين وقت التسجيل طبعا في فترة ما بين التسجيل والتجربة علشان بس موضوع المرض وكنت مسافر الاخر يعني مش جايش راح لك يعني قصة حياتي المهم انا قدمت في الاول خلاص طبعا يعني شكل الجديد يعني الدنيا تعيها معايا فأبليكيشن ريسيفت انا ما كنتش ربطت الموقع اللي انا حطته في البروبيريتي هتعرف الكلام ده دلوقتي المهم يعني خلاصة الاول ان انا تقبلت في خلال 24 ساعة تسعتاشر خلاص وفوق منها عشرين اللي ده هو القبول انا قبلت دلوقتي في الحساب وممكن ادخل عادي زي ما انت شايفين كده وقال اللي ممكن اجوين ليها ان انا اه يعني ممكن لو لو دخلت كده ودست على هتقبل مباشرة لو دخلت من هنا كده على تمام هتلاقي كل ايه الجديدة اللي موجودة اللي ممكن تقدم فيها ببساطة شديدة زي ما انت عايز خلاص ده بقى اللي هتكلم عنه النهار بازاي تعمل الموضوع ده لو انت مبتدئ وتتقبل فيه بسهولة خلاص هندخل كده طبعا انا عمل لكم ايميل جدي ده كده ايم عشان نجرب مع بعضينا ونشوف وان شاء الله لو ما عملتش منتاج للحلقة دي في نفس اليوم هستنى لليوم اللي بعديها واخد وحطه لكم في الحلقة ان الحسابة خلاص هتخش على اللينك اللي موجود في وصف الفيديو هتدوس كده على تمام وهتخش كده على هتدوس كده على ركز معي انت هتسجل كبارتنر مش كبيراند هتدخلك على الصفحة اللي جاية دي تمام هتفتح معنا بالشكل ده احنا هنختار من هنا اما او جوجل انت عندك حساب جوجل ومفتوح الاكاونت تلوقتي على المتصف مع تلوقتي هتسجل عطول بجوجل ولكن انا بفضل سجل بيه الايميل عادي جدا لا البيانات يعني هتكتب هنا اسمك هكتب كده مثلا ريان محمد خلاص عشان بس الدني مبتوكش معي ده الفيرس نيم ريان خلينا ناخد كده خلي محمد تمام ده متاح معي والشغال ومية مية الايميل ادرس ادي الايميل ادرس اللي انا عامله لكم خلاص والباسورد هتكتب باسورد عادي جدا الموضوع سهل يعني مش محتاج خلاص طبعا بيقول لي هنا خلاص طيب انا هعمل كده وارح بجاي واخد الباسورد هو هو وحطه بالشكل ده بيقول لي ان هو لازم ان يكون فيه اه 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 انا طبعا محطراش ارقام لازم ان يكون حروف كبيرة حروف صغيرة ارقام واشكال وحاجات زي انتو يعني كانت بظهر قدام منك دلوقتي هتختار من هنا الرقم الموبايل هتكتب هنا مثلا ايجيبت خلاص لو انت من مصر يعني تمام وهتحط رقم الموبايل بتاعك طبعا انا احط رقم الموبايل وهدوس اكمال وهاخفل حتة دي تمام طب يا شباب انا وقفت الفيديو ليه علشان اه يعني انا بصور دلوقتي بالموبايل اللي موجود عليه رقم الموبايل اللي انا ضفته في الحساب وانا بسجل فهتوصلني على الرسالة وانا عامل يعني وضع الطياران عشان اصور به فالمهم يعني انا خدت الرقم اللي وصلني على الموبايل وحطيته هنا انت بتحط رقم موبايل موجود معك وبتسجل به لو انت مسجل قبل كده برقم موبايل اتمنى انك تسجل برقم موبايل تاني غير اللي انت سجلت به. تمام? زيادة ضمان. تمام? نخش بعد خطوة تانية. يعني ايه المشروع او الفكرة او المجال الاساسي بالنسبالك? انت ولا 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 يعني انت شغال في ايه بالزبط? خلاص? هتصوج لكوبونات ولا انت بتكتب محتوى او بترشح عروض معينة للمتابعين بتوعك. لو انت عامل برنامج او يعني موقع خاص به. يعني حاجات كده. انا اتكلم عنها بعدين. لو انت شخص مشهور وعندك يعني طبقة كبيرة من المتابعين وتقدر تسوق ليهم. المهم يعني اتطور من هنا مثلا. لو انت عندك موقع هتختار اللي موجودة فوق دي. تمام? وبعد كده تدوس على continue. هتدخلك على اهم حاجة معانا اللي هتضمن لك انك تتقبل في الموقع وتتقبل في اي عرض هتقدم فيه جوه الموقع نفسه. انا وهي خلاص. which method do you use to promote? يعني ايه? يعني انت هتروج للعروض اللي موجودة جوه موقع عن طريق ايه بالزبط? انت عندك موقع هتختار موقع من هنا. وهيدخلك على الخانة دي هتضيف فيها اسم الموقع بتاعك. انا هضيف مثلا يعني خلاص. هجيب الدومين بتاع الموقع. انا بس هوريكم ادينا ماشي معي ازاي? احط الدومين كده. هدوز كده على سبمات. هدخلنا طبعا التأكيد لسه هنضيفه دلوقتي. ولكن هو دلوقتي بيقول لك ايه حطني بس يعني التفاصيل بتاعتك. زي ما قلنا اسهل حاجة تعمل موقع. تعمل موقع عادي بدومين مجاني او دومين مدفوع. وتبدأ تقدم بيه على الموقع ده. بعد كده يكون عندك اد سوشيال ميديا يعني ايه سوشيال ميديا? عندك حساب على حساب على الفيسبوك حساب على تويتر بانترست يوتيوب تيك توك تواتش ويتشات ويبو اي حاجة من الاتنين دول او اتنين ايه? ده تقريبا اتنين اربعة ستة تمانية عشر احداشر تقريبا يعني. يكون عندك على اي حاجة من دول. مسلا التيك توك انا مسجد دلوقتي لتيك توك خلاص. اه طبعا هنجيب الاكاونت بتاعنا على تيك توك خلاص. ادي بتاعنا خلاص. ندخل على الاكاونت. تمام? وهناخد كده الهندلر ده اللي هو الاكاونت يعني نحطه هنا كده. هندوس كده على كلمة سيف. طبعا هقولك اكد لي يعني ما علينا انت طبعا هتضيف كل الاتا بتاعتك. هتقول لي طب يعني اجيب منين ما انا ما عنديش لا موقع ولا عندي قناة او عندي حساب او عندي صفحة كبيرة. هقولك معلش يعني اتعب شوية كبرها اعمل صفحة على التيك توك وكبرها على الانستجرام. اشتري لها متابعين. ايه المشكلة? لما ترحت اشتري متابعين خمسين الف ومتابعة عشرة الاف متابعة وتحطهم عندك. ايه المشكلة معها? مفيش اجد مشكلة خالص. اعمل موقع زي الموقت لك مجاني وقدم به. ما تصعبش الموضوع لنفسك. الدينية سهلة بس انت اللي بتحط النفسك عوائق. اتكلمت كتير على مواقع رخيصة موجودة عندي في القناة طبعا. تقدر من خلالها هتشتري متابعين سواء كان للتيك توك لغيره. اعمل كده انت معندكش يمكنك تعمل موقع. خلاص اعمل على التيك توك او وزود المتابعين بتوعه اما بطريقة مجانية اما بطريقة مدفوعة زي ما انت عايز. خلاص? وبعد كده اقدم به على الموقع هنا الموضوع سهل يعني. خلاص? اد موبايل اب لو انت عندك موبايل اب بتضيفه من هنا. طبعا على اه يعني اه المتجر خلاص. هنكنسل احنا معنداش موبايل اب. اد بودكاست لو انت عندك بودكاست باي موقع من مواقع البودكاست هتضيفه هنا. النيوزليتر والايميل لو انت عندك طبعا هتضيف كده الدياتا الخاصة بالنيوزليتر. تمام? ولو انت اوفلاي انا هتخليها كده اوفلاي. هدوس كده على تمام? هدخلنا على صفحة دي. يعني كلمنا عن نفسك يعني. عرفنا بيك. خلاص? او انت شخص فردي. مش انت لو كامباني اللي هي شركة. فهتختار من هنا شركة. انت من هنا. اكتبها طبعا ريان محمد. خلاص? الدولة يعني. هتختار مثلا الدولة بتاعتك. اكتب اي حاجة. خلاص? اه طلاط. طلاط حربة مثلا. اكتب كايرو. ادينا الدياتا بتاعتك. خلاص? الزيب كوت. تمام? ومن هنا كده التايم زون. نركز معي. التايم زون احنا في مصر. خلاص? فهنختار كده بالنسبة لنا كايرو. خلاص? والعملة هنا ركز معي. انت عايز الحساب بتاعك. عملته بالجني المصري. ولا بالدولار. ولا بانهي عملة بالزبط. وممكن تختار من هنا العادي. وممكن تسيبها اليو اس دولار زي ما انت عايز. انا طبعا هسيبها اليو اس دولار. مع ان الشخص بتاعي اللي شغال به مخليه ايه? ما خليه بالجني المصري. هدوس كده على صدمات. ودوس كده طبعا يو اس دي. ازا. تمام? ما عندكش ادنى مشكلة. يعني ايه? يعني انت ما ينفعش تغير العملة من جوة الحساب بعد ما تنشئ الى اكاونت. فلازم ان تختار العملة بعناية. دوس كده على اوكي. ما عندكش ادنى مشكلة. احنا بنجرب معاكم. طيب دخلنا بقى على يعني الخطوة الجديدة علينا اللي ما كانتش بتظهر في اه الحساب في التسجيل قبل كده. تمام? عشان تقدر تدخل على الحساب نفسه اصلا لازم انت تخطى الكلام ده كله. تمام? طبعا في الاول في الحلقة اللي اشرحناها في اه يعني في عشرين واحد وعشرين كان بيبتع ليك الاكاونت على طول وتخش جوه تعدل عليه. تمام? ولكن هنا انت لازم انت تعدل على الموضوع ده من برا. بيقول لك هنا هتدوس كده على من هنا. هيعملك صح ويدخلك على صفحة تانية. بيقول لك هنا نفسه. طبعا بعت لك هنا. هتأكد. لازم انت بتاعك من هنا. خلاص. هتسجع كده. هتسجل دخول. ممكن طبعا تيجي هنا تليه عمل لك ايه? عمل لك صح. ما انت ما عندكش قدنا مشكلة بقى هنجفل الموضوع ده ونكمل من هنا. بيقول لك يا باشا. طبعا انا مش عايز دي. هنكفلها. ركز معاه في الحتة دي. مش عارف ايه لاخره. طبعا ده اللي هي اللي هي الدرايب. فيه اكتر من يعني كومنت بيجي لي. يا ريان تخطي الدرايب. مش عارفين ده تخطي ملف الدرايب. يا جماعة الموضوع اسهل مما تتخيله. انت دلوقتي عندك ملف ضريبي. لو عندك ملف ضريبي هتختار هنا. طبعا هده اللي موجودين في امريكا. انت مش موجود في امريكا. خلاص. لو انت عندك لو انت في مصر وعندك ملف ضريبي هتختار الاولانية. خلاص. لو انت من دولة تانية عندك ملف ضريبي في دولة تانية هتختار التانية. ما عندكش ملف ضريبي هتختار الاخيرة. الموضوع سهل جدا جدا جدا. وتدوس كده على كلمة من تحت. هتلاقي عمل لك ايه باشا? طبعا هعمل لك هنا. عمل لك وتخطينا. خلاص. ركز معي. الخانة دي بيبقى فيه مربع هنا. لو ما عملتش سيف. لو عملت سيف ومعلم لكش على المربع علم انت على المربع. طبعا انا كدنا مش في كل يعني. خلاص. هنغش بعد كده على هنا طبعا لازم انتملق البيانات بتاعتك عشان تتقبل. هندس كده على من هنا. وهنختار طبعا يعني 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 يا باشا. فين بقى اللوجو? ادل لوجو. اختار لوجو. اي لوجو موجود عندك. اكتب اي داتا عنك. يعني اكتب تفاصيل عندك انت عن شخصك. خلاص. اكتب مثلا. طبعا انا اكتب حاجة بسيطة. يعني مش اه. طبعا مش في حاس الانجليزي. خلاص. ما يعني اكتب تفاصيل كتيرة بحيث تبقى من تقريبا تسعمائة او الف على معتقد يعني. فما تكتبش كلمتين تلاتة. لأ اروح على جوجل ترجمة جوجل ترانسليت. واكتب لي كده باراجراف اتنين. بالعربي وخليه ترجمهمك بالانجليزي خدهم بالانجليزي وحطهم هنا. لازم اساسي علشان تقدر ان انت تتقبل. تمام? تحت شوية يعني ايه? يعني اكتب لي كده مثلا. اللي هي زي كده. وحط فصلة بينها مثلا. 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 خلاص. مثلا. ايا كان يعني اكتب اي حاجة. خلاص. طبعا كلمة هي غلط. اللي هي كبيرة. تمام? فما علينا يعني. خلاص. اعتني دي كده احطها لي هنا. بنعد الانجليزي بتاعنا. بتاعك زي ما اخترناها. خلاص. هنا كده بيقول لك اه تظهر بتاعتك لي الشركات ولا لا? طبعا انا افضل تظهرها لما تكتب حاجة يعني تكون قيمة. ما تكتبش اي كلام وخلاص تظهرها. تمام? لو انت عايز تظهر العنوان بتاعت لي الشركات ولا لا? برضو هنختار كده مسلا. وطبعا لو عندك لينك هتضيفها هنا. معندكش لينك هتشيلها. زي ايه اللينك سباشا? زي مسلا اه مواقح حسابات برضو. ضيفها عندك. معندكش مشكلة. هنا طبعا هنسيب زي ما هي ريان محمد. خلاص. والميديا كات لو انت عندك ميديا كات بترفعها هنا. طبعا انا معرفش ايه الميديا كات دي. خلاص. فهنسيبها زي ما هي مش محتاجينها. خلاص. اه ونسيب دي زي ما هي برضو ندوس كده على كلمة من هنا. بعد ما ندوس على كلمة من هنا هتلاقي اعمال لك صح ودخلك على الصفحة التانية. هنا بقى لازم ان نعمل ركز معي. هنا بيقول لك هندوس كده على ده الموقع. مش ده الموقع في الاولاني. هندوس كده على بيقول لك بقى انت لنا. لو انت عندك ايميل خلاص. مربوط بنفس الدومين بتاعك. هيبعتولك عليه ايميل تاكتف عليه. ده اول حاجة. تاني حاجة. لو انت ما عندك ايميل طبعا معمول بنفس البتاع. انت هتاخد كود معين. تحطه فوق بتاع الموقع. ده اللي احنا نعمله. تمام? دي حاجة سهلة برضو. تانت حاجة ان انت لو عندك صفحة معينة في الموقع بتاعك. هتاخد من الموقع ده تحطه في الصفحة دي. احنا نحط السهلة اللي هي الكود ده خلاص. وهناخد الميتا كود بتاعنا. تمام? وهتروح على الموقع نفسه. وهنيجي طبعا في الهدر نفسه والحط الكود بتاعنا بالشكل ده. وندس كده على ونرجع زي ما احنا هنا. طبعا الموضوع ما برجحش معايا في نفس اليو. يعني ما بجيش معايا في نفس الدي اي 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 في نفس الثانية. لأ خالص يعني. اه انا هنا خلصت ودس كده على سمت. هستنى من دقيقة تنة دقائية الاربع دقائية وتبدأ تعمل اي نفس الكلام او. يعني دقيقة تلاية اربعة خمسة سيبو عشرة دقائية اسي دي. وارجع هيعمل نفس الموضوع تاني. تيجي خش بقى على التانية دي اللي هي السوشيال ميديا اللي هي هندوس كده على. طبعا هي مش نوت نوت ليه بقى معنا. خلاص هي مش عايزة تيجي معايا خالص دوس كده على يمكن علشان مش هي فاحنا مش محتاجين ناكتفها. مش مشكلة خالص. هي لو لو موقع يعني لازم ان تاكتف الموقع ده. فانا هستنى لحد ما معي وهرجع اكمل معاك وايه? اكمل معاك والتسجيل. طبعا مش انفع تخش على الخطوة التانية خلاص اللي هي دي. الا لما تخلص اخر خطوة اللي هي دي. تمام? فانا هخلص طبعا زي ما انت شايفين انا ما عملتش اي حاجة. لان ادخلت لقدام وارجعت لورا. لقيت الموضوع معي. هو طبعا زي ما انت باخد دي اي قبل كتير. بعد كده ندوس على بعد ما ندوس على زي ما انت شايفين. شوية كده الحب نارية زهرت معنا. ويقول لك انت هتستنى خلاص هتستنى قد ايه هتستنى تقريبا يوم اربعة وعشرين ساعة. تتفعل الاكاونت الخاص بيك ويفتح معاك طبعا زي ما انت شايفين ايه ها تمام? هتستنى زي ما قلنا اربعة وعشرين ساعة وبعد كده يفتح معاك الاكاونت الخاص بيك في موقع تقدر من خلاله تقدم على العروض زي ما وردتكو في اول آآ الفيديو. تمام? آآ النصائح اللي انا اقدمها لك. وليه انت ما تتقبلش في الموقع ده? وليه لما بتقدم بتاخد وقت كبير في المراجعة? اولا معلوماتك غير صحيحة. تمام? معلوماتك غير احترافية بتكتب اي كلام وخلاص بتحط اي لينكات وخلاص ما بتفعلش ما بتفعلش خلاص خانة الموقع. في ناس في التسجيل الجديد مش بتفعل خانة الموقع. علشان كده بتستنى في المراجعة يومين تلاتة عشرة سنة مدى الحياة. لانك اساسا ما دخلتش خطوة المراجعة. ما ظهر لكش الصفحة دي. لو ما ظهر لكش الصفحة دي بقى انت لسه ما ما بتترجعش. ما تتقبش نفسك. تمام? دي حاجة. تاني حاجة بقى ان انت لازم يكون عندك موقع. لازم يكون عندك حساب. لازم يكون عندك صفحة. انت هتتقبل في الموقع. لو اتمت الخطوات دي كلها. وعندك موقع مجاني. عندك حساب في موقع التواصل اجتماعي. مفش متبعيد. هتتقبل في الموقع عادي. ولكن مش هتتقبل لو قدمت على عروض داخل الموقع. لازم عشان تتقبل في العروض اللي جوها الموقع. يكون عندك اكاونت قوي. الشركات تقبل العروض القوية. خلاص? في الحتة دي. اللي انا ده هقدم عندي بروفايل قوي. هقدم بيه. دي الفكرة يا باشا. خلاص? ولحد كده كنت وصلت لهاية الفيديو. اي سؤال تاني هو. اي سؤال اي استفسار اي مشكلة? تحت في الكومنتات. وانا هجمعها. ونعمل على حلقة تانية. ما عندناش ادنى مشكلة. كان معكم محمد الهيان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.